يعيش المئات من المهاجرين من باكستان والنيجيريا وافغانستان قرب سكة الحديد في محطة كروتوني بمنطقة كلابريا جنوب إيطاليا بعضهم ينانموا على الورق المقوى والكرتون على رصيف القطار آخرون ينمون في المساحات الصغيرة بين القطبان أو العربات المهجورة ينتظرون وثائق وإقامات مؤقتة كي يتم نقلهم إلى مراكز الإيواء فالحياة ظروفها قاسية في محطات قطار قديمة آخر دفعة من المهاجرين وصلت عدادها لنحو 900 شخص وصلت إلى ميناء ريجي وجنوب إيطاليا بعد أن قام خفر السواحل إيطالي بإنقاذه من عرض المتوسطة المفاوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن أكثر من 135 ألف لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ بداية العام الجاري